السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل كلامنا بقى عن الكنترول سيستيم. احنا طبعا كنا اخر حاجة توقفنا عليها البلوتينج. تمام? اه طبعا احنا نتكلمنش عن كل حاجة في البلوتينج يعني احنا ممكن برضو نفس ده اللي دي البلوت دي ممكن نرسم بها بدل اشارة واحدة نرسم اتنين وتلاتة ونلوم كل واحدة منهم بلون ونحط وممكن نستخدم دوال تانية يعني الموضوع طويل بس احنا يعني ايه بنقول اللي موجود عندنا في الكتاب بتاع المعنى. طيب هنا بيكلمنا بلونوميالز از افكتور. لو انا عايز اعرف معادلة بلونوميال او كسيرة حدود اعرفها كفيكتور في المتلاب. هنشوف طريقين في الموضوع ده او ممكن اكتر من طريقين كمان. اول طريقة لو انا مثلا عندي معادلة زي اللي موجودة قدامي كده اس او اربعة زي التلاتة اس تكعيب ناقص خمستاشر اس تربيع ناقص اتنين اس زي التسعة. لو عايز اعرفها في المتلاب باعرفها باستخدام بتاعتها. تمام? فالكوفيشنت اللي موجودة عندي الاس والس اربعة اللي هو الواحد والاس تكعيب اللي هو التلاتة والاس تربيع اللي هو السالب خمستاشر والاس سالب اتنين والحد المطلق بتسعة. يبقى زي اللي انا عايز اعرفها في المتلاب اعرفها بالشكل اللي موجود قدامنا دا كده. تمام? اه ممكن نكتبها هو طبعا عام معا مشكلة بس كده في الكوبي ساعة بيرخم التطبيق اللي انا شغال بيه في البي دي اف كده وتطبيق فري بس رخم شوية في موضوع الايدت دا. آآ تلاتة آآ سالب خمستاشر سالب اتنين تسعة. تمام? طيب. انا كده عرفت الايه? الفيكتور بتاعي. طب ايه اللي احنا عايزين نعمله على الفيكتور بتاع البولونوميا لزي دوت? آآ من ضمن الحاجات طبعا هو هنا بيعرف اكتر من يعني او بيوريك اللي ممكن يعرف اكتر من هنا بس اعرف فيكتور اكس هنا بيعرف فيكتور واي. هتلاحز هنا اللي انت في حدود نقصة في النص. يعني انت عندك واحد وما عندكش معامل اس ولا اس تربيع ولا اس تكعيب. طب هتعمل فيهم ايه? هل مسلا روح كاتب له الواحد وواحد? لا. والحدود اللي في النص دي انا عرف في نيل اللي انت وصلت الاس اس اربعة. بحط الحدود اللي في النص ديت بصفار. يعني معناه الحد المضروف اس ده بصفر. والمضروف اس تربيع بصفر والمضروف اس تكعيب بصفر. يبقى الحد المطلق. بابدأ واحد والحد المطلق بواحد ولا ما بينهم هيبقوا ايه الصفار طيب. هنا بيوري لنا لو احنا عرفنا آآ بولونوميال زي اللي موجودة قدامنا كده وانا عايز اعوض فيها بقيمة. يعني انا عندي معادلة مسلا زي اللي كانت موجودة قدامنا ديت كده. تمام? يعني معادلة بتاعت اس قصة اربعة دي. تمام? وانا عايز اعوض عن اس مسلا باتنين. تمام? عشان نعوض عن اس باتنين بمنتهى البساطة. تمام? هنستخدم دلت بوليفال. زي ما هو عمل كده. تمام? هروح جاي ايه له بوليفال. تمام? لمين بقى? للاكس اللي كانت موجودة عندنا ديت كومة. وانا عايز اعوض عن القيمة بتاعت المتغير اللي موجود عندي باتنين. تمام? يبقى هقول له اكس واتنين. فطلع لي الناتج بسالب خمستاشر. هو كده عوض عن قيمة اس في المعادلة بقيمة الاتنين. وبعد كده بعد امعوض رجع لي بالقيمة اللي هتبقى موجودة عندنا. طيب دي احد الطرق اللي هنشتغل به. طيب. هنا بيوريك برضو لو عايز اجيب جزور معادلة. برضو لو نفس المعادلة اللي احنا شغالين عليها هي. تمام? وانا عايز اجيب جزور المعادلة ديت. عشان نجيب جزور المعادلة دي عندنا ده اللي اسمها روتس. تمام? هقول له روتس. تمام? ليه الاكس? اللي موجودة عندنا. وطبعا كنت ممكن احط جوها الاقواص المربعة واحط القيمة نفسها بتاعت الاكس. يعني بدلا ما قلو روتس الاكس. كنت اخد الفيكتور بتاع الاكس زي ما هو كده. وارح هتطوله جوة هنا. تمام? بدأ حل وده حل يعني. تمام? طيب. هنا قلت له روتس لكلام ده. طيب دي معادلة من الدرجة كام? الدرجة الرابعة. يعني هيبقى عندي فيها كام جزر? اربع جزور. تمام? بدي الجزور اللي موجودة عندنا للمعادلة. اربع جزور للمعادلة. طيب لو فرضنا العكس اللي انا عندي الجزور بتاعت المعادلة وكنت عايز اجيب المعادلة نفسها. تمام? يعني انا عايز ادخله الجزور دي وهو يجيب للمعادلة نفسها. انا على فكرة كنت ممكن ننفذ السطر ده واخلي الناتج متخزن في وبعد كي اتعامل به او ممكن اتعامل حاليا بالانصر يعني. بس خلينا نخزنها في متغير. هقول له مسلا وليكن ايه بتساوي? تمام? روتس. يبقى دي قيمة الايه اللي موجودة عندي. طيب بعد ما جبت قيمة الايه اللي هي عبارة عن الروتس اللي موجودة عندنا انا عايزه بقى هو يجيب لي بناء على الروتس اللي موجودة عندي يجيب لي البولونوميا النفسة. ففي الوقت ده هقول له بولي وفي الايه? تمام الكلام ده? انا اسف انا كتبتها غلط بولي بي او الواي. فراح جايب لي الايه? المعادلة بقى نفسها. اللي عبارة عن ايه? لحد المطلق بتسعة. تمام? زي ما كانت مكتوبة وبعد كده سلب اتنين سلب خمستاشر آآ تلاتة واحد. تمام? يبقى ازا انت ممكن تتدي له المعادلة وتجيب الجزور بتاعتها وممكن بولانا على الجزور ترجع المعادلة زي ما كان. طبعا ترمي ده معناها اللي اكس ناقص خمسة وخمسة من عشرة اكس زائد كزا. على حسب بقى الفاريابل ناشغال بي اكس ولا اس يعني. وهنا مسلا هتبقى اس زائد اتنين ونص اس ناقص آآ سبعة من عشرة اس زائد سبعة من عشرة وهكزا. تمام? طيب. نفضي الشاشة قدامنا كده عشان احنا بنكتب تبقى واضحة. طيب. كده جربنا الدلة بتاعت روتس. وجربنا الدلة بتاعت بولي. طيب هنا بيوريك برضو لو انت عندك معادلتين. تمام? والي يكون مسلا المعادلة الاوانية دي بنسبالي اكس زائد اتنين. المعادلة التانية عبارة عن اكس تربيع زائد اربعة اكس زائد تمانية. وعايز اضرب المعادلتين دول في بعض. تمام? وانا شغال بالمعاملات كده لما عوز اضربهم في بعض باستخدم دل اسمها كنف. تمام? يبقى دلت كنف هتضرب لي معادلتين في بعض. هاجي الاول اقول له اكس بتساوي. وافتح اقواص مربعة. وكتبت له واحد اتنين. بالنسبالي دي المعادلة الاولانية اللي عبارة عن اكس زائد اتنين. المعادلة التانية وي بتساوي. وراح تفتح اقواص مربعة. وكتبت له واحد اربعة تمانية. وبعد كده هتبقى عبارة عن حاصل ضرب المعادلتين دول في بعض. فاوله زد بتساوي للاكس والواي. اكس كوما وال. تمام الكلام ده? طلع للناتج واحد ستة ستاشر ستاشر. ايه معنى الكلام ده? معناها ستاشر حد مطلق. ستاشر في الاس او الاكس زي ما احنا شغالين على حسب الفارياب اللي احنا مسميينه او عايزين نشتغل به يعني. وستة في الاس تربيع وواحد في الاس تكعيب. يعني اس تكعيب زائد ستة اس تربيع زائد ستاشر اس زائد ستاشر. تمام? طيب. انا كده ضربت الاتنين في بعض. هلينفع نقسم? اه زي ما موجود عندنا ده لتكنف فيه دلة تانية عندنا اسمها دي كنف. تمام? ده لو احنا عايزين نقسم. هجربها ازاي? خلينا افترض اللي انا عندي بقى قيمة الزد اهي? مسلا? وعايز اسمها على الواي. طبيعي الناتج يطلع الاكس او لو زد اسمتها على الاكس هيطلع الناتج بواي. تمام? يبقى انا ممكن اعمله متغير جديد. تمام? واللي يكون المتغير الجديد بقى. طبعا هو طبعا احنا هنعملها كمان شوية كده. هي بقى عندنا الناتج هي قيمة وقيمة يعني ممكن نسميها كده اكس اكس وار. تمام? والكلام ده بيساوي دي كنف. تمام? وهندخله قيمة الزد. وانا عايز اقسمها مسلا على الواي. طبعا المفروض من قبل ما احسب كده لما اقسم المعادلة بتاعت الزد دي يعني المعادلة بتاعت الواي هيطلع الناتج هو المعادلة بتاعت الاكس ومش هيبقى فيه عندنا باقي اسم. طلع الناتج بتاعي اللي هو العبارة عن واحد واثنين اللي هي قيمة الاكس يعني اللي عبارة عن اس زائد اتنين. وباقي الاسم اللي موجودة عندي كان بيساوي صفر. طبعا لو كان القيمة ما بتقبلش الاسم فكان هيبقى موجودة عندنا باقي اسم. يعني مسلا لو جربت اقسم الواي على الاكس ففي الغالب هيبقى موجودة عندي باقي اسم. يعني مسلا خلينا جينا نقسم الواي مسلا على الاكس. في الوقت ده هتلاقي موجودة عندك ايه? عندك الريزلت وموجودة عندك قيمة في الرمندر. يعني عندك ناتج للاسم وعندك باقي للاسم. خيط آآ في طريقة تانية برضو ممكن نستخدمها سنشوف هو آآ هنا قبل ما استخدمها كفاريابل احنا برضو عندنا طريقة كده ظريفة في المتلاب آآ عن طريق تعريف السيمبلز تمام لو جيت مسلا عرفت له سيمبلز مسلا كتبت له سيمبلز وعرفت له مسلا متغير اسمه اكس انا كده عرفت له اكس على انها سيمبل دي ممكن اتعامل بيها في التكامل وفي التفاضل وفي اللاب وفي التعامل كمعادلات تمام هي طبعا مش بينطبق عليها كل العمليات يعني او مش كل الدوال اللي هتشتغل مع المتغير اللي انت هتعرفه كسيمبلك آآ بس هنشوف ايه الدوال اللي هتبقى شغالة معنا ونقدر نعمل بها ايه خليه مسلا عايز اعرف له قلت له اف بتساوي اكس آآ تربيع آسف اكس تربيع زائد اتنين في اكس زائد خمس مسلا تمام انا عرفت له معادلة كده دي اهي هتبقى موجودة عندنا في المتغير دي انا عايز اعاوض عن قيمة اكس مسلا بتلاتة واشوف الناتج هتلعب كاب هعمل له الحكاية دي ازاي عندنا ده اللي اسمها سبستيتيوت تمام هقوله سبستيتيوت الاف طبعا المرة فاتح نستخدمنا بوليفال تمام لو كنا معرفينها كفكتور يعني تمام بدون آآ تعريف سيمبوليك يعني فاقولت له الاف اللي موجودة عندك وتلاتة تمام عوض في المعادلة اف ديت عن قيمة الاكس بتساوي تلاتة فطلع للناتج بعشرين طبعا التلاتة والس اتنين هتبقى بتسعة واتنين في آآ في تلاتة بستة وخمسة احداشر وتسعة يبقى عشرين فاك ازا الناتج بتاعي كده مزبوط ما فيش فيه مشاكل طيب لو فرضنا لنا كنت عايز اضرب آآ ترمين في بعض زي ما عملنا من شوية بدلت كده كنت عايز اضرب مسلا اكس زائد واحد في اكس آآ تربيع زائد خمسة برضو عندنا دلة ضريفة في الموضوع ده اسمها اكس باند يبقى لو كتابت له اكس باند تمام وكتابت له الدلتين هم اللي انا كنت عايز اضربهم في بعض كتابت ودوست انتر راح ضريب لي الاتنين في بعض وطلع لي اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد خمسة اكس زائد خمسة تمام يبقى جربنا كده مسلا آآ كونف وجربنا دي كونف ده كان مع الفيكتور وجربنا السبستيتيوت وي الاكس باند طيب لو فرضنا اللي احنا كنا عايزين نرسم فانشن سيمبوليك يعني يعني عندي معادلة سيمبوليك زي اللي موجودة قدامنا دي كده وانا عايز ارسمها لو عايزين نرسمها باستخدام المتلاب فعندنا امر قديم كده حاجة اسمها اي زيد بلوت طبعا هم عملوا لها دلة جديدة اسمها اف بلوت لو عملنا هلب على اي زيد بلوت هيقولك يفضل انت تستخدم الدلة الجديدة اللي هي هلب اه لو عملنا هلب على اي زيد بلوت اهو هتلاقي كاتب لك استخدم اف بلوت في الاول اهو كتب لي اي زيد بلوت از ناط ريكميندد يوز اف بلوت اه او اه فم بلسد تقريبا انستيد تمام فازن دي الدولة المقترحة عندي بس انا متعود على اي زيد بلوت فخلينا ايه نجربها يعني طيب هعمل له سي اللي سي الفانشن اف اللي انا كنت معرفها من شوية ده كان شكلها لو انا عايز ارسمها مسلا هكتب له اي زيد بلوت تمام للفانشن اف وانت عايز ترسمها ما بين كام وكام بقى المحور بتاعك الافقي مسلا ما بين سلب اتنين وموجب اتنين ما بين عشرين وتلاتين ما بين اي حاجة زي ما انت عايز يعني اعملها مسلا ما بين سلب خمسة وموجب خمسة مسلا يعني راح رسم لي الرسمة العلاقة اللي موجودة عندي اكس تربيع زاد اتنين اكس زاد خمسة ورسمها لي في الرنج اكس من سلب خمسة لموجة بخمسة. تمام الكلام ده? طيب لو انا عايز ارسم حاجة تانية وليكن مسلا قلت له ساين اكس. اهو ساين اكس. تمام? طبعا انا عم اعرف له السيمبل اكس قبل كده. فمش محتاج اللي انا اقول له ميني الاكس يعني. تمام? رسمها لك ما بين السلب خمسة وي الموجة بخمسة. اي ده اللي بقى طبعا انت هتلاحز هنا ما عرفتش محور اكس ولا محور واي قلت له بلقط الاتنين مع بعض. لانا كده بتعامل سيمبوليك بالرموز. تمام? انا عرفت له اكس على انها رمز. وبعد كده بقول له بقى ارسم لي الساين بتاعتها ارسم لي الكوزاين ارسم لي المعادلة اللي بالشكل ده وهكزا. تمام? طيب. ايه تاني احنا ممكن نتعامل به اه مع هو هنا بيكلمنا انت ممكن تعرف البلونوميال او تعرف المعادلة بتاعتك كترانسفير فانكشن وبعد كده تبدأ اتعامل مع ترانسفير فانكشن ديت وتقدر برضو تجيب لها الروتس بتاعتها او الجزور بتاعتها بس باستخدام امر زيرو لان انت كده في الوقت ده هتتعامل مع ترانسفير فانكشن. طيب ازاي ان اعرف ترانسفير فانكشن عندنا في المتلاب هنقول اس بتساوي تي اف يا ترانسفير فانكشن يعني. والترانسفير فانكشن اللي موجودة عندي المعادلة بتاعتها هي اس تمام? يبقى دي المعادلة اللي موجودة عندي. طبعا لو المعادلة اللي موجودة عندنا مسلا بتاعت لوباس فلتر والحاجة هتلاقيها واحد على اس زائد قيمة مثلا. تمام? لكن هنا معادلة بسيطة خالص عبارة عن اس. تمام? دي اللي موجود عندي عرفتها في المتلاب خلاص وهو بقى عارف الايه بتاعته وكتاب لي تقدر تشوف الخصائص بتاعتها. طيب بعد ما عرفنا هو هنا بيوريك بقى اللي انت بعد ما عرفت ديت ممكن تعمل بها اي معادلات زي ما انت عايزه وطبعا معرف ممكن انا سميها بيه مسلا وقال له بتساوي اس اس اربعة تمام? زائد تلاتة في اس اس تلاتة زائد او ناقص معلاش خمستاشر هي على فكرة دي نفس المعادلة اللي احنا كنت كتبينها قبل كده كفكتور يعني بس هو هنا بيحاول اكتبها بالرموز يعني يعني عرفناها كفاريابلز بدلا ما كنا شغالين بفكتور بنعرف الكووفيشانت بس اللي موجودة عندنا ناقص خمستاشر اس تربية ناقص اتنين في الاس زائد تسعة تمام دي نفس المعادلة اللي انا كنتم عرفها قبل كده هو طبعا سميه هنا بولونوميا لانا كتبتها بيه عشان تبقى المعادلة ايه شكلها صغير شوي او الاسم بتاع الفاريابل يبقى صغير طيب لو المعادلة دي بقى انا عايز اجيب لها الروتس بتاعتها تمام وانا بتعامل برموز بقى ففي الوقت ده باستخدم دالة زيرو ومال احنا قبل كده كنا بنستخدم دالة ايه بنستخدم دالة روتس عشان نجيب الجزور بتاعتها طبعا انا ممكن افضي الشاشة قدامها عشان نبقى الكتابة فوق كده البيه ايه تمام وارح مستخدم دالة زيرو طبعا في دالة تانية في المتلبس ما زيروز دي اللي بتولد ماتريكس القيمة اللي فيها كلها صفار فدي حاجة ودي حاجة يبقى ناخد بالنا وحنا بنكتب اللي في زيرو وفي زيروز تمام قلت له بي اوف زيرو تمام وراح جاب لنفس الجزور اللي كانت موجودة عندنا قبل كده الاربع جزور اللي موجودين المعادلة اللي من الدرجة الرابعة طيب ايه تاني نقدر نعمله برضو جاب لنا معادلتين وعايزين نضربهم في بعض تمام انا طبعا معرف ترانسفير فانكشن اس فقدر اعمل منهم معادلات واقدر اضرب المعادلات دي في بعضها فهنا عرف الاكس وعرف الواي وبعد كده عرف الزد اللي يحصل ضرب الاكس في الواي فاجي الاول راح قايل عندنا الاكس بتساوي اس زائد اتنين وبعد كده عرفت الواي بتساوي اس تربيع زائد اربعة في اس زائد تمانين وبعد كده الزد عبارة عن حصل ضرب الاكس في الواي تمام اهو طلع النتج عندي من المعادلة هي تمام اللي عبارة عن حصل ضرب المعادلتين دول طبعا احنا عملنا برضو الكلام ده من شوية باللي احنا كنا نستخدم دالة كونف عشان نضرب ونستخدم دالة دي كونف عشان نقسم وجربناها في برضو اللي احنا استخدمنا دالة عشان نضرب معادلتين في بعض طيب هو طبعا بيقولنا ده نفس الناتج اللي كان بيطلع لنا من دالة ايه كونف اللي احنا كلمنا عليها قبل جدا هنكتفي في الفيديو دوت بالجزء دوت وطبعا هو بقى المحاضرة دي كان بيكلم عن الماتريكس فالماتريكس احنا لنا لها كلام لوحده ان شاء الله فهنكتفي في الجزئية بتاعتنا دي لحد البولونوميالز وهنتكلم ان شاء الله في القاءة قادمة عن الماتريكس نكتفي بذلك وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله